تحصتنا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فهيا يا طلابي المجتهدين تفضلوا بطرح الأسئلة تفضل يا مازن تعلمنا أن الرابطة الكيميائية هي عبارة عن قوة الربط بين ذرتين إحدى هما بالأخرى صحيح تفضل يا سالم وعرفنا أن من أنواع الروابط الكيميائية التي تحدث بين الذرات المختلفة الرابطة الأيونية والرابطة الفلزية والرابطة التساهمية وكذلك الرابطة الهايدروجينية نعم نريد أن نعرف ما هي الرابطة الأيونية يا معلمي أفهم من ذلك أنه سؤال جماعي؟ نعم لقد جلسنا سويا وقرأنا الدرس وتناقشنا سويا ونريد مزيدا من الإضاح حسنا يمكننا تعريف الرابطة الأيونية بأنها الرابطة التي تنشأ بين أيونين شحنتهما مختلفة كيف تتم هذه الرابطة يا معلمي؟ تتم الرابطة الأيونية بفقد الإلكترونات واكتسابها بين الذرتين التي تنشأ بينهما الرابطة إذن الرابطة الأيونية تحدث عادة بين الفلزات واللافلزات أليس كذلك؟ استنتاج رائع يا سالم ولكن هل تعرف لماذا؟ لأن الفلزات تميل إلى فقد إلكترونات متحولة إلى أيون موجب أما اللافلزات فتميل الاكتساب الإلكترونات المتحولة إلى أيون سالب وماذا يحدث بعد ذلك؟ بعد ذلك ينشأ تجادب كهربي بين الآيون الموجب للفلز والآيون السالب للفلز فتتكون الرابطة الأيونية هل يمكن التوضيح بمثال يا معلمي؟ تعالوا لنرى سويا ما التفاعل الذي يحدث بين الصوديوم والكلور يتفاعل الصوديوم مع الكلور وتحدث بينهما رابطة أيونية ينشأ عنها ملح الطعام وبالنظر إلى التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم نجد أن ذرة الصوديوم في الزية فهي تميل إلى فقد الإلكترون في مستوى الطاقة الأخير أو ما يسمى بغلاف التكافؤ ويصل للتركيب الإلكتروني لغاز النيون وهو أقرب غاز خامل له في الجدول الدوري والآن هل يمكن لأحدكم أن يشرح لي ما حدث؟ تتحول ذرة الصوديوم إلى أيون الصوديوم الموجب N-A موجب وما سبب التعبير بالإشارة الموجبة؟ لأن الذرة عندما تفقد الإلكترون يقل عدد الإلكترونات وبالتالي تقل الشحنة السالبة وتزداد الشحنة الموجبة ويمكن الإضافة على ذلك أن الذرة لن تعد متعادلة كهربياً ذرة الكلور من اللافل الزت وتميل الاكتساب إلكترون من ذرة الصوديوم متحولة إلى أيون سالب وتصل لتركيب أقرب غاز خامل في الجدول الدوري وهو غاز الأرغون وبهذا فإنها تصل إلى حالة الاستقرار ولماذا نعبر بالإشارة السالبة يا مازن؟ نعبر بالإشارة السالبة مع أيون الكلور لأن عدد الإلكترونات السالبة أصبح أكثر من البروتونات الموجبة وهو ما يعني أن ذرة الكلور أيضاً لم تعد متعادلة كهربياً ومن هنا تنشأ الرابطة الآيونية بين الصوديوم والكلور وذلك من خلال الانجذاب الكهربي بين آيون الصوديوم الموجب وآيون الكلور السالب وينتج في النهاية المركب الآيوني كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام وما هو المركب يا معلمي؟ المركب كومباوند هو مادة تتكون من عنصرين أو أكثر مرتبطين برابطة كيميائية وهل هناك أمثلة أخرى على المركبات غير كلوريد الصوديوم؟ أمثلة كثيرة منها على سبيل المثال أكسيد الماغنيسيوم ويرمز له مجي أو معلمي ألاحظ من هذا الرمز أن عنصر الماغنيسيوم قد فقد إلكترونين اكتسبهما عنصر الأكسجين هل حدث ذلك بالفعل؟ ملاحظة دقيقة يا خالد فذرة الأكسجين تميل الاكتساب إلكترونين متحولة إلى حالة الاستقرار وتصل للتركيب الإلكتروني لأقرب غاز خامل في الجدول الدوري وهو غاز نيون وحينها تفقد ذرة الماغنيسيوم إلكترونين متحولة إلى حالة الاستقرار هي الأخرى وعندئذ تنشأ الرابطة الأيونية مكونة مركبة أكسيد الماغنيسيوم أحسنتم يا أبنائي فمناقشتكم تثري دوما الحوار بيننا وتدفعكم إلى المزيد من التقدم وترح الأسئلة يجعلنا نستفيد كثيرا من معلوماتك الغزيرة يا معلمي شكرا لك يا معلمي يمكننا أن نلخص ما تعلمناه اليوم فيما يلي الرابطة الأيونية هي الرابطة التي تنشأ بين أيونين شحنتهما مختلفة تتكون الرابطة الأيونية نتيجة حدوث تجاذب كهربي بين أيون موجب وآخر سالب المركب هو مادة تتكون من عنصرين أو أكثر مرتبطين برابطة كيميائية ترجمة نانسي قنقر